موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها فصائل فلسطينية ترفض الاعتقالات السياسية في الضفة وتطالب السلطة بإطلاق سراح الموقفين كيف تبرر السلطة وماذا عن مصير المصالحة أوروبا تضيق ذرعا باللاجئين وأغلبهم من الأوكرانيين وتضغط عليهم للعودة هل باتت أعباء الحرب في أوكرانيا تفوق قدرة الأوروبيين على التحمل مرحبا بكم عادة الاعتقالات الأمنية في الضفة الغربية الترخي بظلالها على المشهد الفلسطيني العام فصائل فلسطينية تقول أن حملة اعتقالات نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية استدفت طلابا مؤيدين لحركة حماس في جامعة بيرزيت وأسرى محررين من الخليل ورمالة وقلقيليا ونابلس العديد من الفصائل الفلسطينية أدانا الاعتقالات وسائل عن أسبابها ومن يقف وراءها خصوصا أنها تتزامن مع ارتفاع وطيرة الحملة الإسرائيلية على مدن الضفة ومخيماتها والتصدي البطولي لها من قبل المقاومة حركة حماس انتقدت حملة الاعتقالات السياسية ضد أنصار المقاومة وأكيدة أنها لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكا بالمقاومة سبيلا للحرية والخلاص من الاحتلال وحملت حماس من وصفتهم بالفريق المتنفذ في قيادة السلطة المسئولية المباشرة عن هذه الانتهاكات داعية إلى وقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة بدوره المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أدان في بيان حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء وأسرى محررين أدعى البيان السلطة وأجهزتها الأمنية إلى مراجعة حساباتها والعدول عن هذه الممارسات المرفوضة دينيا ووطنيا وشعبيا وفقا ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت في بيانها إن تصاعد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني يتطلب سياسة مغايرة للسلطة وأجهزتها الأمنية وطالبت بإطلاق صراح المعتقلين معتبرة أن استمرار اعتقالهم يساهم في تعرضهم للاستهداف من قبل الاحتلال ويدر أيضا بالوحدة والمقاومة إذن هذه عنوين ومحاورة الملف الأول في المسائية نفصله ونناقشه مع ضيفين من رامالله الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد هواش وكذا من رامالله ينضم إلينا المحلل السياسي سيد عماد أبو عواد مرحبا بكم سيد هواش كيف يمكن تفسير هذه الحملة من الاعتقالات التي قامت بها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة وتركز على طلاب أو نشطاء وأسرى محررين يتبعون لحركة حمس ما الأسباب وراء ذلك برأيك؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين الاعتقالات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية هي اعتقالات احترازية لا تستهدف المقاومة الفلسطينية ولا تستهدف حركة حماس أو أنشطة حركة حماس هناك اعتقالات ليس لها شعبية في الأوساط الفلسطينية ولا في أوساط منظمة التحرير ولا حتى في أوساط حركة فتح لكن السلطة الفلسطينية تتصرف كسلطة تقوم بإجراءات احترازية مع مواعيد تتعلق بنشاطات ومناسبات لحركة حماس وهناك مشطاء في حركة حماس يحاولون تنظيم أعمال تعتبرها السلطة مخلّة بالأمن وتعتقد أنها تؤثر على النسيج المجتمعي في الضفة الغربية ولذلك تقوم بهذه الإجراءات الاحترازية وليست اعتقالات دائمة لنشطاء فلسطينيين أو منتمين لحركات سياسية فلسطينية وبالتحديد لحركة حماس أما الخلق بين الاعتقالات التي تستهدف نشطاء سياسيين في فصائل فلسطينية وضينا استهداف المقاومة فهذا أمر غير مناسب بمعنى أن السلطة الفلسطينية لا تستهدف المقاومة وعلى العكس من ذلك ما يجري على الأرض هناك مقاومة تنظمها حركات فلسطينية في منظمة التحرير وفي الجهاد الإسلامي وحركة حماس ليست جزءا من هذه المقاومة في الضفة الغربية هي مقاومة في قطاع غزة تقاوم أي عدوان إسرائيلي يتم على قطاع غزة ولكنها لا تشارك في عمليات المقاومة التي شهدناها خلال الأشهر الماضية في الضفة الغربية نقف عند هذه النقطة ما الذي تقول أن هذه اعتقالات احترازية مما تحترز السلطة وهناك الحديث أنه منع لأن يكون هناك أي نصاطات بالتزامن مع ذكرى انطلاق حركة حماس مما تتحسل السلطة نعم السلطة تعتقد بأن تنظيم اجتماعات لحركة حماس في هذه اللحظة بالذات قد يؤثر على يعني مكانة المقاومة الفلسطينية ومكانة الوحدة الوطنية الميدانية بين المقاومين على الأرض لأن حركة حماس تدعي بأنها هي التي يعني تحتكر المقاومة في فلسطين ولا تسمح يعني بأن تعود هذه المقاومة لأي طرف فلسطيني آخر بما في ذلك حتى حلفاء أقرب حلفاءها الجهاد الإسلامي عندما تقوم حركة الجهاد الإسلامي بعمليات مقاومة تحاول حركة حماس نسب هذه المقاومة لنفسها ومنع يعني حركة الجهاد الإسلامي من استثمار هذه المقاومة في يعني توسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية وبالتالي تحاول حركة حماس الآن في هذه اللحظة يعني تعتقد السلطة هكذا بأن حركة حماس تريد أن تنظم يعني فعاليات سياسية وجماهيرية في الضفة الغربية ولذلك تعتقل بعض الأفراد الذين سعود لهذه النقطة لو سمحت لي سيد هواش لأنه يريد أن نفهم ما المشكلة هذا الاعتقال احترازي وليس اعتقال سياسي دائم طيب سعود لهذه النقطة لأقف عندها أنه ما المشكلة أن يكون هناك تنظيم لفعاليات سياسية لنشاطاء يعيشون في الضفة الغربية يعتنقون حركة حماس ويحتفنون في ذكرها خصوصا أن الضفة اليوم تغلية في إيقاع مواجهة كل يوم يسطر يعني أو تسطر عمليات بطولية لكن اسمح لنا أن ننتقل السيد عماد أبو عواد الناس مع رأيك سيد أبو عواد هذا شيء اعتيادي بروتوكولي كلاسيكي دائبة السلطة الفلسطينية أن تنتهجه خصوصا في المناسبات التي تعتقد في مكان ما تضرب بالضفة وفق مفهوم السلطة تقوم بها حركة حماس استغلالا للوضع الحالي كما فهمت السيد هواش أولا لابد من الإشارة بأن الاعتقالات السياسية الموجودة في الضفة الغربية هي للأسف باتت ظاهرة مكلقة ليس فقط للتيارات ربما المعارضة حتى لتيار وشريحة واسعة من فتح هي ترفض الاعتقال السياسي الموجود في الضفة الغربية بشكل كبير والمرفوض أينما كان سواء في الضفة الغربية أو كطاع غزة الاعتقالات الاعتيادية مع كل ذكرى لأي فصيل مقاوم باتت شبه ربما روتينية في الضفة الغربية وأنا أختلف مع السيد محمد لا هي الاعتقالات الاعتقالات السياسية وما معنى أن يحرم تنظيم من أن يمارس حقه ونشاطه السياسي الطبيعي في ظل أن قطاع غزة حقيقة أثبت بأنه هناك نوعا ما حرية للعمل على الأرض بشكل أو بآخر بالمجمل هناك رفض فلسطيني كبير من كافة الأطياف للاعتقالات السياسية التي تأتي في ظل أصلا حرب إسرائيلية كبيرة على كل مكونات الشعب الفلسطيني بدلا بالفصائل الفلسطينية الشارع الفلسطيني حتى السلطة الفلسطينية نفسها لا تسلم من هذه الحرب ولا تسلم من الضغط الكبير الممارس عليها من قبل الاحتلال والذي يأتي مرارا وتكرانا في اتجاه الضغط عليها ومكانية إحلال بدائل مكانها باعتقاد هذه الاعتقالات أكثر ما تضور بالسلطة الفلسطينية السلطة مطالبة بالالتصاب بالشارع الفلسطيني الاضطراب منه قدر الإمكان لأن الجهة الوحيدة التي بإمكانها حماية السلطة الفلسطينية وإعادة الزخم السياسي للقضية الفلسطينية وإعادة ربما ألق القضية الفلسطينية في الأروقة الدولية هو الشارع الفلسطيني الذي يقاوم بكل مكوناته سواء حماس فتح الجهاد اليسارة الكل يقاوم على الأرض بشكل أو بآخر وبالتالي الاعتقالات الموجودة هي تضر بالقضية الفرسطينية لأنك تحدثت عن هذا التوقيت الخاص أيضا بما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة بالاعتداء في عمليات الاغتيال في الاستباحة في رفع منسوب أيضا الدموية الكبيرة التي نشاهدها في مواجهة أهلنا في الضفة الغربية بارز فيما طرحه بيان حركة حماس وأسألك استفهاما بمن وصفتهم وحملتهم المسئولية الفريق المتنفذ في قيادة السلطة وحملتهم مسئولية مباشرة لهذه الانتهاكات وفق ما جاء في بيان حركة حماس ما المقصود هنا في هذه الإشارة بأن المتنفذين في قيادة السلطة برأيك يعني في النهاية هذه تبقى وجهة نظر لحركة حماس نحن كمحللين نرى بأنه في بعض الأحيان هناك ربما تراشق إعلامي بشكل أو بآخر لكن الشارع الفلسطيني على قناعة بأنه الغالبية العظمى من الشارع الفلسطيني مؤمن بكل وسائل المقاومة وبأنه هناك تيار صغير موجود في ربما أروقة السلطة الفلسطينية مؤمن بمشروع مخالف تماما لهذا المشروع ويرى بأنه الأولى الاستمرار باتجاه محاولات اختراق الساحة الدولية والعودة إلى طاولة المقاوضات والعودة إلى الحل السياسي هذا التيار إلى الآن ربما لم يصل إلى قناعة بأن كل هذه الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية باتجاه معاودة إحياء ما يعرف بعملية السلام لم تؤتي ثمارها بشكل أو بآخر وبالتالي هناك تيار بالفعل مؤمن بهذه القضية وهو تيار متنفذ ولازال يقود السلطة بهذا الاتجاه رغم قناعة تيار وازن أيضا في فتح تيار وازن في السلطة الفلسطينية بأن هذا الموضوع سنفذ وبأن المحاولة العودة إلى هذا المربع لن يؤتي ثماره وبأن الاستمرار في هذا النهج سيشجع الاحتلال على المزيد من الجرائم بحق الشارع الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع الثائي أو أينما تواجد هذا الشعب الفلسطيني بالتالي نعم هناك ثلة قليلة تؤمن ببرنامج وهناك غالبية عظمى من كافة القوى لا تؤمن به سيد هواش إذا لديك أي نقطة للتعليق والنقطة الأخيرة سأسأل عنها لكن كنت قبل الانتقال للسيدة أبو عواد أنه ما المشكلة في تنظيم أي فعالية كانت لنشطاء يطبعون لحركة حماس احتفالا بذكرى انطلاقة الحركة ما المشكلة أن يكون هناك فعاليات في الضفة أعتقد بأن السلطة الفلسطينية تفكر كسلطة في هذا الموضوع ولا تفكر كفصيل مقاوم فلسطيني وكما تفضل ضيفك بأنه الكل الفلسطيني مستهدف من قبل إسرائيل من قبل المشروع الصهيوني الذي لا يعترف بحقوق للشعب الفلسطيني ولا يعترف حتى بالشعب الفلسطيني وبالتالي الكل مستهدف لكن هناك يجب الإشارة إلى أن تقاليد الاعتقال هذه موجودة بين الفصائل وتقوب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في أضافة الغربية باعتقالات احترازية وليست اعتقالات سياسية وأصر على أنها ليست اعتقالات سياسية بينما تمنع حركة حماس في قطاع غزة أي نشاط سياسي بما في ذلك الورش العمل التي تقوم بها منظمات عمل أهلي في قطاع غزة يمنع بالأمس صدرت صدر بيان عن منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة يقول بأن السلطة في قطاع غزة أمرت منظمات يبدو أنه فقدنا التواصل مع السيد محمد هواش سنعود إليه بطبيعة الحال حين جهوزية الاتصال وإياه لكن أسمع تعليقك على النقطة التي تقدم بها سيد هواش حول رؤية العلاقة بين حركة حماس وفتح والمفهوم السلطة التي التعامل مع حركة حماس به أي فعاليات تقوم بها في الضفة وليس كفصيل فلسطيني أو فصيل المقاون يعني أولا لابد من الإشارة إلى قضية مهمة بأن الاعتقال السياسي أينما وجد مرفوض وبأنه يجب أن يكون هناك حرية من العمل السياسي أينما حل الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة لكن الأستاذ محمد يجب أن ينتبه بأن الفصائل الفلسطينية عندما تجري احتفالاتها المركزية بالانطلاقة سواء فتح أو الجبه الشعبي أو الجهاد الإسلامي يجرون ذلك في قطاع غزة دون أي مضايقات حتى لا نغطي الشمس بغربان يجب أن نكون واقعيين بالعودة إلى السؤال لا شك بأن الشعب الفلسطيني اكتوى بنار الخلاف ما بين السلطة الفلسطينية وما بين حركة المقاومة الإسلامية حماس فيما يتعلق بالمفاهيم ربما والأيدولوجيات والاختلاف الكبير في الرؤى وانعكس ذلك سلبا على الشارع الفلسطيني وأدى إلى وجود اعتقالات سياسية بشكل مستمر وأدى إلى تفكيف مؤسسات وأدى إلى حالة من المناكفات المرفوضة بشكل كبير لكن ربما ظلفت للنظر بأن قطاع غزة بكافة مكونات وبدءا بحماس بفتح بالجهاد الإسلامي بالقوى اليسارية استطاع نوعا ما الوصول إلى تفاهمات معينة قادت إلى حالة من الهدوء السياسي بشكل أو بآخر على عكس الحالة في الضفة الغربية التي كما أشار قبل قليل مستهدفة من قبل إسرائيل بشكل كبير وتضغط عليها بشكل كبير إلى أنه إلى الآن لا يوجد إلى حالة من الهدوء السياسي الذي قد يقود إلى تفاهمات ما بين السلطة والقوى المختلفة وأنا هنا لا أتحدث فقط عن فصائل المعارضة حتى هناك من منظمة التحرير وحتى أروقة واسعة من حركة فتح لديها إشكالية مع النهج الذي تذهب إليه السلطة فيما يتعلق بالاستمرار بالاعتقالات وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية التي تتبناها والذاهبة باتجاه الرطوف ربما لكل مطالب الاحتلال دون حقيقة تحقيق أي ثمن سياسي لأنه عاد معنا السيد محمد هواش عفوا نعود حيث كنت تتفضل بالحديث ما فاتك أنه في احتفالات لعديد من الفصائل الفلسطينية من ضمنها فتح تنظم وبعضها كان كبير أيضا في قطاع غزة لم تمنعه حركة حماس ومؤخر كان هناك احتفال كبير أيضا بذكرى يعني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة وكان له دلالات كثيرة وكبيرة أيضا في الإشارة أن يكون في غزة أن تكون حركة حماس أيضا حاضرة فيه لما أسمع السؤال أنا كنت أطلب منك لطفا أن تكمل حيث وتوقفت بسبب انقطاع الاتصال معك وأشرت إلى أنه مقاله ضيفنا سيد أبو عواد بأنه في احتفالات لكل الفصائل تنظم في قطاع غزة بما فيها حركة فاتح مؤخرا يعني بالأمس القريب كان في احتفال ضخم في ذكرى راحل ياسر عرفات وكانت حماس أيضا من الذين أطلقوا رسائل ودلالات كبيرة في هذا الاحتفال نعم هناك يعني مهرجانات سياسية في قطاع غزة تقام ولكنها يعني في أوقات نادرة جدا ليست في كل الأوقات يسمح للفصائل بإقامة يعني مهرجانات جماهرية واسعة حركة فتح أقامت منذ منذ الإنقلاب العسكري وسيطرت حماس على قطاع غزة أقامت مهرجانين فقط في ذكرى ياسر عرفات أو في ذكرى انطلاق حركة فتح ولكن كانت تمنع من إحياء ذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية وحتى ذكرى يعني رحيل عرفات كانت تمنع بالتالي يعني لا يجوز تعميم يعني هذا الموضوع ونأمل أن تستمر هذه الأشياء يعني نحن يعني في منظمة التحرير الفلسطينية وفي يعني الشعب الفلسطيني يأمل أن تكف كل الفصائل في قطاع غزة وفي أيضا في الضفة الغربية عن الاتهامات المتبادلة ومنع المشاطات السياسية والجمهور الفلسطيني يرفض الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية كما يرفض أيضا الاعتقالات السياسية في قطاع غزة الذي لا يتحدث الإعلام عنها على الإطلاق ويمنع لأي شخصية في قطاع غزة إعلامية وغير إعلامية أن يتحدث بأي تفاصيل عن عمليات القمع وعمليات المنع وعمليات تقييد الحريات الشديد في قطاع غزة لا توجد انتخابات في قطاع غزة على الإطلاق بينما تجرى انتخابات في الضفة الغربية في الجامعات والنقابات والبلديات وكل مكان يمكن إجراء انتخابات تقوم انتخابات في الضفة الغربية بينما في قطاع غزة لا يسمح على الإطلاق بتنظيم انتخابات لا يسمح حتى للنقابات ممنوع أن تشارك النقابات في أي انتخابات وبالتالي الحديث عن أن السلطة الفلسطينية هي فقط التي تقوم بعمليات اعتقال احترازية هذا عمر لكن يفرد سيد هوسوى تقييد للحريات أكثر بكثير من الضفة الغربية وهذه الإشارة فقط على الذي تحدث به ضيفك الكريم بالقول بأن في قطاع غزة هناك حريات أكثر لا توجد حريات على الإطلاق في قطاع غزة توجد مقاومة نعم توجد فصائل نعم ونحن مع تشريع الحياة السياسية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ومنع الاتقالات السياسية هنا وهنا هنا النقطة الأساس عندما اتحدث عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس التوقيت لذلك ذكرت لك موضوع الاحتفال هذا العام بذكرى رحيل راحل ياسر عرفات يفترض بأنها محطة مختلفة تفرضها التطورات والمرحلة الحساسة واللقاءات التي جرت لا سيما في الجزائر لذلك يبحث الأمر انطلاقا مما تم التوافق عليه وليس في فقط العودة في محطات سبقة هذه التواريخ قبل أن أسأل عن هذه النقطة ونتعمق فيها سبحنا هنا أن نستعرض بعض الجوانب التي تساعد أيضا في النقاش حيث الاعتقالات السياسية لطالما بررتها السلطة الفلسطينية في إطار حماية الشبان الفلسطينيين من القتل على أيدي الاحتلال نافية أن تكون الاعتقالات تعسفية أو حتى مخالفة للقوانين تبريرات لم تقنع فصائل المقاومة والتي تربط دائما قضية الاعتقالات في الضفة بما يعرف بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال وتبدي خشيتها على مصير المصالحة الوطنية التي كانت محطتها الأخيرة في العاصمة الجزائرية أما إسرائيل فتربط التقدم في المفاوضات بمدى قدرة السلطة على تطبيق التنسيق الأمني ضد من يرفضون اتفاق أوسلو من دون أن تخفي استياءها من مشاركة عناصر أمنيين فلسطينيين في مواجهة مسلحة ضد القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مناطق ومخيمات فلسطينية استياء إسرائيلية تقاطع مع تغيير في قواعد الاشتباك في الضفة الغربية فرضته فصائل المقاومة عبر العمليات الفدائية ولادة مجموعات مقاومة عسكرية فرضت إقاعها على الاحتلال ولسيما كتيب الجنين وعليل الأسود وغيرها أعود مباشرة إليك سيد عماد للسؤال إذا كان لديك أي تعقيب نحن الآن يفترض أمام محطة مختلفة هذا ما فهمناه في لقاء الجزائر ويفترض أن يكون هناك لقاء في نهاية هذا الشهر إن لم تتغير بعض المواعيد في إطار مسعى الجزائر لإتمام المصالحة والمشهد في الساحة الفلسطينية يستدعي أن يكون هناك أيضا تعاملا مختلف هل عدنا إلى نقطة الصفر انطلاقا من مشهد الضفة والاعتقالات أم ماذا؟ يعني أولا لابد من التعقيب على قضية المصالحة واللقاءات المستمرة منذ للأسف الشديد 17 عام جون جدوى أكثر من 20 اجتماع في دول مختلفة في عواصم مختلفة لم يؤدي ذلك إلى نقطة اختراق في الساحة الفلسطينية وصولا إلى حالة الوحدة والمصالحة ودعيني أقول بأن كلما مر الوقت كلما كان التباعد أكبر وكلما كان هناك شعور لدى الشارع الفلسطيني بأن المسافة بعيدة وربما هذا ما يبرر حالة عدم الاكتراف والاهتمام من قبل الشارع الفلسطيني بما حدث في الجزائر وبما سيحدث في الجزائر ربما فقط المتابعين من جهور المحللين والمهتمين هم من يتابعون هذه الأخبار لكن عموم الشارع الفلسطيني لو أجري استطلاع للرأي ما الذي يدفع فصائل للذهاب؟ واليوم الجزائر في رمزية أيضا للجزائر لحضورها لدورها لمسعها لاستمرارية المسار والجهود وأيضا في لجنة ربعية تضم أربعة دول عربية ممن أيضا كانوا في هذا المسار لإتمام المصالحة نحن نتحدث عن قوى وفصائل وحتى عن السلطة التي تطلع بمسؤولية كبيرة ما الذي يدفعها للذهاب إلى الجزائر وخوض مثل هكذا دون تجميل للصورة أعتقد الذي يدفع الفصائل الفلسطينية للذهاب هناك هو الحياء من أن تقول لا للجزائر أو لا للدعوة للأسف الشديد الكثير من اللقاءات خاصة بعد إلغاء الرئيس الفلسطيني للانتخابات الفلسطينية العام الماضي كلها كانت في هذا الإطار وفي هذا الاتجاه هناك شعور عام بأن المسافة بعيدة لكن في ذات الوقت لا يستطيع فصيل بعينه أن يقول لا للدعوة لأنه حينها أولا سيضع نفسه في موقف حرج مع الدولة التي قدمت الدعوة كذلك أمام الشارع الفلسطيني رفض الدعوة ليس بالأمر الجيد بالعودة إلى الشق الثاني من السؤال الأول حول الاعتقالات السياسية مرة أخرى هناك إجماع وهناك حالة رفض من الجميع وليس فصائل المعارضة حتى داخل الفتح كما أنا أشرت قبل قليل واستمرار هذه الحالة باعتقادي الضرر الأول سيكون على السلطة الفلسطينية لكن في ظل الشعور بأنه لا وحدة من أعلى الهرم ما يحدث على الأرض من حالة مقامة فلسطينية من قبل الشباب الفلسطيني الثائر الذي معدل أعمار 22 عام باعتقادي قد يولد حالة غريبة في الشارع الفلسطيني أن تكون هناك وحدة على الأرض من قاع الهرم باتجاه الأعلى في ظل ذوبان من لا يريد الوحدة ومن لا يريد المصالح تعليقك على هذه النقطة سيد هواش واليوم يفترض أننا أمام مسار ورؤى مختلفة يعني لذلك التوقيت الآن يبدو مستغربا باستعادة نفس المصطلحات والرؤى والمواقف كانت حركة حماس توقف فعاليات واليوم نحن نستمر بإيقاف الفعاليات في مشهد في الجزائر وفي توافق وفي خارط الطريق يفترض أن يبنى عليه دون استعادة بعض الممارسات التي كانت تعبر عن حالة الانقسام يفترض بأن ركب المصالحة وقطارها يسير في سكة مضطر فيها لأن المشهد الآن على الأرض وحتى على المستوى الإقليمي والدولي يعني لا يسمح برفاهية تمرير وقت أو ابقاء مثل هكذا انقسام يا سيدتي الانقسام يعني لا يجوز الاستسلام لفكرة أن الانقسام لن يحل وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك أمل دائم لدى كل فصيل فلسطيني من أجل إنهاء هذا الانقسام حتى لو كانت نسب التفاؤل واحد بالمئة لأي اجتماع يجب أن يذهب الفلسطينيون ليلتقوا ويحاولوا الوصول إلى تفاهمات من أجل إنهاء هذا الانقسام البغيض لأنه يضعف الشعب الفلسطيني يضعف المقاومة الفلسطينية يضعف المشروع الوطني الفلسطيني ويقوي إسرائيل والانقسام صنع من أجل إضعاف الفلسطينيين وتقوية المشروع الإسرائيلي وإصباغ شرعية ما دولية على ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين وبالتالي يجب أيضا معرفة ما هو الانقسام الانقسام هو سيطرة فصيل فلسطيني على منطقة جغرافية فلسطينية واحدة تقطط من المشروع من الولاية الفلسطينية بالكامل إذا كانت هناك رغبة حققية بإنهاء الانقسام فتسلم السلطة إلى حكومة فلسطينية مستقلة وينتهي الانقسام ولكن حركة حماس لا تريد نهاية لهذا الانقسام وأعتقد أيضا أن هذا الموقف يؤدي إلى مواقف مشابهة من قبل السلطة الفلسطينية وأجهزة السلطة الفلسطينية على الرغم أن حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى بما في ذلك فصائل في المعارضة بما في ذلك أيضا اتجاهات رئيسية في حركة حماس تريد أن تكون هناك وحدة وطنية وحدة ميدانية وحدة في مواجهة المشروع الإسرائيلي سيد هواش هذه النقاط هي نقاط مستمرة ولكن نشأت المصالح تتعارض مع فكرة إنهاء الانقسام هذه أريد أن أبحثها وإياك لو سمحت وأبقى معك لطفا هذه النقاط هي اتهامات متبادلة حركة حماس تقول بما أنه لم توجد انتخابات هذا يعني بأنه حتى المشهد الذي يحكم الساحة الفلسطينية لم يعد يكتسي أو يحمل الشرعية وفي المقابل تقول السلطة بأن حركة حماس كذا الأمر ونحن أمام اتهامات واتهامات متبادلة بينما يريد فعلا أن يطلع في المسؤوليات في قطاع غزة ومن لا يريد والعكس صحيح بالنسبة لباقي الجغرافية الفلسطينية لكن بعيدا عن ذلك أن تتحدث في بداية المداخلة بأنه لا يوجد شعبية لهذه الاعتقالات وداخل المنظمة وداخل حركة فتح وهذه النقطة أشار إليها أيضا ضيفنا السيد أبو عواد متى يمكن القول في أنه في مراجعة اليوم بالنسبة لحركة فتحة وحتى في داخل السلطة لحقيقة الخيارات ونجاعتها انطلاقا مما يجري على الأرض نحن نشاهد شبان فلسطينيين في مقتبل العمر يلتحمون يستشهدون في مواجهة الاحتلال والضفة عنوان أساسي ونشاهد في الجنازات وفي صلاة العزاء قيادات من الأجهزة الأمنية في السلطة هناك خيار مختلف الآن لا يعبر عنه على ما يقول المنتقدون قرار السلطة السياسي متى وكيف يكون هناك في مراجعة بعيدا عن رأي حماس عن تعامل حماس عن موقعها وموقفها حقيقة من المصالحة سيد هواش أعتقد بأن الأمر مرتبط بمواقف سياسية عندما تتقدم حركة حماس وتبدي استعدادا أعلى لمصالحة حقيقية وليست مصالحة على الورط وهذا ينطبق أيضا على فصائل أخرى وليس على حركة حماس ما في ذلك حركة فتح أعتقد بأن هذه الأمور أمور يعني الاعتقالات الاحترازية والاعتقالات حتى السياسية والاعتقالات من كل الأطراف في الضفة الغربية وقت غزة أعتقد بأنها تخف إلى أقصى حد إلى أدنى حد وربما تنتهي عندما تكون هناك مواقف سياسية لماذا يربط الخيار أو الخيارات المسار بالنسبة للسلطة بحركة حماس دون أن يكون هناك قراءة للمتغيرات في الضفة بعيدا عن وجود حركة حماس أنا سألت عن الخيارات نجاعتها بالنظر للنقاط التي عددتها لك التي نراها اليوم في الضفة أعتقد بأن هذه الأتقالات مؤقتة ولا تدوم ولا يوجد معتقلون فلسطينيون لهم مدد في السجون المعتقلون يدخلون أياما وتدخل تطالب الفصائل الفلسطينية بالإفراج عنهم ويذهبون إلى الرئيس وإلى السلطة الفلسطينية ويطلبون منها الإفراج عنهم وفي العادة تفرج السلطة عنهم بعد أيام من اعتقال هؤلاء بما في ذلك من يعتبرون وجد نظر الأجهزة الأمنية مخالفون للقانون وبالتالي يجب أن لا عدم الوقوف عندها باعتبارها مشكلة عميقة المشكلة العميقة هي في السياسة وليست في الإجراءات التي تنبع من هذه السياسات عندما يكون هناك إصرار على إبقاء الفلسطينيين منقسمين فسوف تنشأ مشكلات من هذا النوع عندما تكون هناك رغبة حقيقية ملموسة لدى الأطراف بانتهاء الانقسام وتوجه إلى مصالحة حتى لو بحد أدنى بحكومة واحدة باتفاقات وتفاهمات حتى لو كانت بسيطة ومحدودة أعتقد بأنها توقف كل هذه المشكلات إن كانت في أطفة الغربية أو في قطاع غزة سأعود إليك للحديث عن الرهانات في الخيارات السياسية كما صار لأن نضال هذا ما كنت أسأل عنه في ظل التحولات التي نشاهد على الأرض ليس فقط في هذه المواجهة بالنسبة للضفة وأيضا بالنسبة للحكومة المقبلة سيد عماد أبعواد إذا لديك أي تعقيب وما الذي يمكن أن نراه انطلاقا من المشهد الحالي هناك عود على بدء صح التعبير في مظاهر الانقسام الفلسطيني ولا نريد أن نقول بأن ما يجري في الجزائر قد انتهى طالما في اجتماع آخر لكن طلاقا من هذه المظاهر وقع على الأرض الحكومة المقبلة الفاشية المتطرفة ما المتوقع أن نراه؟ للأسف الشديد ربما نجد بأننا سنبقى في ذات المربع أنا أقصد هنا على المستوى السياسي على مستوى سلوك السلطة الفلسطينية لكن على الأرض لا شك أن هناك ربما حيرات فلسطيني كبير في اتجاه مقاومة الاحتلال نحن نتحدث عن العام 2022 كان العام ربما الأكثر قسوة بالنسبة للاحتلال منذ فترة طويلة سلسلة قوية من العمليات نعم هناك كان انتهاكات إسرائيلية كذلك كبيرة جدا وهناك كان تغول إسرائيل كبير لكن استمرار هذا التغول بالتأكيد سيقابل ردة فعل فلسطينية أقوى وأكبر بكثير وهذا بالمناسبة ما يحذر منه الشباك الإسرائيلي وما تخشى إسرائيل بشكل مستمر وهذا يستوجب حقيقة على كل الأطراف الفلسطينية وعلى رأسها السلطة الفلسطينية إعادة محاولة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي أنا كما أشرت قبل قليل العام الماضي أصيب الشارع الفلسطيني بانتكاسة عندما تم إلغاء الانتخابات الفلسطينية والتي كان من المؤمل أن تؤدي إلى ترتيب الواقع الداخلي الفلسطيني لأن هناك من يدعي ويعتبر بأنه يمتلك الحقيقة الكاملة والكل يريد أن يلقي الكرة في ملعب الطرف الآخر كانت الانتخابات الفلسطينية ويجب أن يعاد التفكير جديا بالضرورة ترتيب الواقع الداخلي الفلسطيني غير ذلك باعتقادي ما يحدث على الأرض سيتجاوز القيادات الفلسطينية سيتجاوز بعض الفصائل الفلسطينية وصولا إلى حالة اشتباك الشامل في الضفة الغربية لكن حتى هذا الاشتباك يحتاج إلى قيادة وعون النقطة الأساسية حتى نختم ببانا ما أنتقل معك ومن ثم سيد هواش القيادة التي قد تكون يعني سيد هواش يلمح إلى مصلحة سياسية حركة حماس تريد أن تكون قائدة لحراك على الأرض بيفيدها واقع السلطة أو حتى إذا ما تفتتت أو تشتتت السلطة لتأخذ مكانها كما أفهمت سيد هواش في مصلحة سياسية يتم الخشية منها سيد أبو عوال أي مصلحة سياسية يمكن الحديث عنها بالنسبة للسلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية فقدت البعد السياسي لا يوجد بعد سياسي القضية الفلسطينية تراجعت إلى الحد البعيد الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية تعامل الأطراف الدولية حتى بات يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية اجتماعية وقضية إنسانية وليس قضية سياسية حتى الاجتماعات الأخيرة بين بعض فيادات السلطة وبعض الأطراف الإسرائيلية كانت تتمحور حول الحديث عن قضايا اقتصادية إنسانية البعد السياسي ذهب تماماً تحاول حركة حماس أن تستغل هذا الظرف لأخذ مكان السلطة بتعليق سريع على ما يتم تقديم المخاوة سيد أبو عوات أولاً أن يأخذ مكان طرف هذا يحدد الشارع الفلسطيني يجب أن يكون هناك إيمان داخل الشارع الفلسطيني بأن الانتخابات هي الطريق الوحيد للوصول إلى اختيار الكيادة الفلسطينية لا فتح قدر على الشعب الفلسطيني ولا حماس قدر على الشعب الفلسطيني ربما نجد طرف ثالث يستطيع أن يوازن ما بين الطرفين أو يتفوق على الطرفين وبالتاني نجد نفسنا أمام كيادة يريدها الشارع الفلسطيني بغض النظر أي أنكادة هذه الكيادة لكن يجب أن يكون هناك أبجاديات لإختيارها تسمح لي أخذ تعليق من سيد هواش قبل أن انتهى الوقت سيد هواش متى سنقول فعلا أن انتهى التنسيق الأمني وأوستو بكل تفاصيل على الأغلب أكثر ما بقي منه موضوع التنسيق الأمني إسرائيل غير معنونية بالجانب السياسي لا تعقد اجتماعات مع السلطة برأسها الرئيس محمود عباس تعقد فقط في الجانب الأمني وتحافظ على ذلك وحتى من يقال سيكون خليفة له للرئيس محمود عباس بعد عمر طويل يعني يختار وفق هذه المعايير الإبقاء على التنسيق الأمني بتعليق حتى نختم معيك سيد هواش التنسيق الأمني لا علاقة له لا بالرئيس عباس ولا بالخيارات السياسية ولا بأي خلافات سياسية فلسطينية داخلية التنسيق الأمني هو تنسيق سياسي وليس تنسيق أمني هو جزء من تفاهمات ومن اتفاقات إسرائيل ربتها في الأرض وإسرائيل تريد فقط أن يبقى التنسيق الأمني والتنسيق الأمني هذا أمر موجود في كل منطقة جغرافية في العالم يوجد فيها منظومتين أمنيتين أو عسكريتين في نفس المنطقة الجغرافية هذا ليس شيئا إيجابيا أو شيئا جيدا بالنسبة للفلسطينيين هذا أمر سيء جدا أن ترمى كل الأهداف السياسية للحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني وأن يبقى فقط على حركة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وحركة القوات الفلسطينية الرسمية هو ما بقي غير هيك لأنه مع استنشار أيضا المستخدم نعم هذا هو البعد السياسي هذه نتائج تجاهل القضية الفلسطينية من قبل الإسرائيل ومن قبل المشروع الصهيوني هذا ليس موافقة فلسطينية على ما يجب وإنما يجب تشخيص الأمر بشكل صحيح والبناء عليه بشكل صحيح الفلسطينيون أوقفوا التنسيق الأمني ويمكن أن يوقفوا التنسيق الأمني في أي وقت شكرا جزيلا لك سيد محمد هواش الكاتب والمحل السياسي ضيفنا من رامالله نشكرك سيد عماد أبو عواد المحل السياسي أيضا شكرا لضيفينا مشاهدين فاصل نواصل من بعده المسائية نفتح ملفها الثاني ونتحدث عن أزمة اللاجئين ناسية ما في أغلبهم أوكرانيين الذي تضيق أوروبا ذرعا به تفضلوا لطفا بالبكاء معا اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين دول الاتحاد الأوروبي تعيد أعدادا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى بولندا هذا ما كشفه تقرير إعلامي نشرته صحيفة بولندية التقرير أكد نقل أكثر من 350 أجنبيا من دول الاتحاد إلى بولندا خلال الأشهر الأربع الماضية مشيرا إلى أنه بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا طلبت الحكومة البولندية تعليق عودة المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي موقعا حتى نهاية حزيران يوليو إذن يبدو أن أوروبا ضاقت درعا باللاجئين بمن فيهم الأوكرانيون فبدأت التضييق عليهم وأعادة الجدد منهم والضغط على الكثيرين منهم للعودة تقارير غربية تتحدث عن إعادة المئات من المهاجرين إلى أوكرانيا فيما ينتظر الآلاف على الحدود البولندية للعبور نحو الدول الأوروبية الأخرى لكن يبدو أن ذلك لي تحقق مما سيضطرهم للعودة إلى بلدهم في السياق أفادت دائرة حرس الحدود التابعة للحكومة الأوكرانية أن نحو 43 ألف مهاجر عبر الحدود عائدين إلى أوكرانيا خلال يوم السبت الماضي مشيرة إلى أن 38 ألف منهم هم أوكرانيون معنا في هذا الملف من بروكسيل الخبير في شؤون الأوروبية والأطلسية السيد حسين الوائلي سيد الوائلي الفاينانشل تايمز إضافة للتقارير التي ذكرناها تقول أوروبا تعبت من اللاجئين كيف تعبت؟ ما هي الخلفيات؟ وهل باتت الأبواب الآن المفتوحة مستقبلة ومرحبة باللاجئين الأوكرانيين تضيق؟ سعيد أن أكون معك أستاذ رامي طبعا بكل تأكيد هناك يعني مزاج متغير جدا لدى الأوروبيين سواء على المستوى الرأي العام وكذلك على المستوى التنفيذي إذا تحدثنا عن مؤسسات التي تستقبل اللاجئين يعني تغير المزاج بشكل كبير جدا لأنه يعتقد هنا الأوروبيين بأنه دفعوا الثمن غالي جدا خصوصا بعض الأزمة الروسية الأوكرانية وهم يعتقدون بأن أغلبية من جاءوا إلى أوروبا من اللاجئين الأوكرانيين هما من الأثرياء ومن الطبقة المتوسطة فوق المتوسطة تحديدا وجاءوا بسياراتهم وأعطوا كحق أي أوروبي آخر بمعنى آخر لديهم مرتباتهم لديهم سكن لديهم الصحة لديهم كل شيء لكن مع ذلك المواطن الأوروبي يشعر بأنه هو يرزق تحت خط الفقر هناك خط فقر يعني مرتبع جدا هناك نسبة فطالة تضخم موجود في أوروبا الآن يعني وصلنا إلى 12.5% فقط في بريطانيا في ألمانيا 9 إلى 10% هذا التضخم يرخي بظلاله بتعبير أدق حقيقة على الواقع الأوروبي لهذا السبب نرى بأنه حتى المؤسسة التي كانت تدعم الأوكرانيين يعني عجزت ويعني أصابها حالة من الملل لأنه أيضا في الفاهمة الأوكرانية أغلب اللاجئين الأوكرانيين لديهم الرغبة بالعودة إلى الأوكرانية لأنه لم يجروا حقيقة الجو الذي يريد أن يتكيف معه خصوصاً التعامل الأوروبي مع الأوكرانيين اللاجئين في الأولى الأخير موضوع العمل وموضوع اللغة والتواصل وما إلى ذلك لكن في جملة أو في مستلح أريد أن أفهمه من قبل أن نكمل في الأسباب وبالتالي التداعيات فكرة اللاجئين غير الشرعيين نتحدث هنا عن الأوكرانيين كيف اختلف المفهوم من سياسة الأبواب المفتوحة والسخاء والاحتضان حتى على المستوى المجتمعات الأوروبية للحديث عن مهاجرين غير شرعيين يعني كيف يستوي ذلك بما تقدمه أوروبا والقادة الأوروبيون من مفهوم لاحتضان واستضافة كل من يخرج يفترض من أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية فيها يعني سيد رامي حقيقة هذا المصطلح هو بالتباس سياسي ولكن في نفس الوقت لديه أو فيه كثير من الموضوعية لدى الأوروبيين معنى آخر أنه أغلب الأوكرانيين الذين يدخلون إلى أوروبا يدخلون عبر منظمة عبر الـ UNCHR وهي هيئة اللاجئين منظمة لدخول الأوكرانيين وكل البيانات الذين يدخلون إلى الأراضي البولونية وبعدها يوزعون على الدول الأوروبية هما يدخلون بطريقة قانونية وشرعية ومع ذلك الاتحاد الأوروبي هذا أيضا نقطة مهمة جدا يعتقد بأنه مصدر الهجرة من أفريقا من الشرق الأوسط مقلق بالنسبة للأوروبيين أولا على مستوى التغيير الديمغرافي هذا أولا يعني من حيث يعني جذر وكذلك العرق مغير تماما على المستقبل البعيد والقضية الأخرى هو ما يسمى بالـ education people أو التعليم الناس يعني أغلب الناس القادمين من مصدر الهجرة من أفريقيا ومن شرق أوسط مناطق صراع يعتقد الأوروبيين هنا غير متحلمين يعني يحتاجون إلى أن يتكيفوا إلى سنوات لكن الأوكرانيين هم لديهم نظام أوروبي لديهم ثقافة أوروبية التغيير مع العرق الأوروبي لا يضر وبعض هنا تحديدا يعتقد بأنه الأزمة الأوكرانية هي أيضا جذب مجموعة من الأوكرانيين لأنه جذب الأوروبي والعرق الأوروبي هو بحاجة إلى ضخ مزيد من الدماء الأوروبية يعني الأشقر والعيون الخضراء أو زرقاء فبالتالي يكون هناك انسجام وهناك دخل العرق الأوروبي الموجود هذه كلها حقيقة يعني فقط نظريات ورؤى تطرح هنا لكن مع ذلك هناك التباس سياسي هذا لا حد يعني ينكره وأنا قال لي بعض الخبراء هنا قالوا أخيرا يعني حصلنا على ناس على أقل متعلمين هنا تحديدا في أوروبا معنى آخر هم يعتقدون أن الأوكرانيين متعلمين أكثر من أي دولة أخرى وخصوصا للثقافة الأوروبية هي ودى شاركة علما أنه خيرت أيضا الخبرات والمتعلمين في العديد من الدول التي شهدت في شرق الأوسط نزاعات وحروب أيضا يعني حفلت بهم الدول الأوروبية وحتى صغار الكسبة أو لديهم حرف كانت تحتاجها الدول الأوروبية لكن بعيدا عن ذلك حتى بالنسبة للأوكرانيين يتم الحديث عن مهاجرين غير شرعيين مؤخرا سنتحدث عن ما الذي سنراه في التعامل في سياسات الدول الأوروبية وإياك لكن سنلحظ بعض الظروف والعوامل من خلال هذا الاستعراض إذن على أبواب الشتاء شتاء أوروبي قارس بدأت انتقادات المواطنين الأوروبيين تظهر إلى العلن فبعدما كانوا يواجهون البرد بالغاز المسال الروسي الذي يأتيهم عبر أوكرانيا باتت الأراضي الأوكرانية مصدرا لمزيدا من اللاجئين الذين يقاسمونهم الغازة على ندرته دراسة المؤسسة الألمانية ميركاتور أظهرت أن حماسة المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي إذا استقبالي الأوكرانيين تراجعت وذلك بعد تسعة أشهر من اندلاع الحرب وما ترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف المعيشة ومواد الطاقة في المقابل يطالب الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي الدول الأوروبية بإمداد بلاده بالغاز خلال هذا الشتاء إضافة إلى مساعدة عاجلة بقيمة 800 مليون دولار لإصلاح قطاع الكهرباء في ظل معاناة معظم المناطق الأوكرانية من قطاع التيار الكهربائي سيد دلوائلي بالترجمة العملية لهذه الحالة الآن من التداعيات الكبيرة التي تطال الدول الأوروبية وخصوصاً بين قنسين في موضوع التعامل مع عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين تحدث عن الملايين ما الذي سنراه سياسياً بالقرارات بالنسبة للقادة الأوروبية القادة الأوروبيون حقيقة هنا يرغبون بأنه أن يخرجوا بتسوية تسوية سلمية لكن يستضمون حقاً قبعاً كبير جداً هو عقل ولاة المتحدة الأمريكية وبنفس الوقت من أنه زيلنسكي الرئيس الأوكراني لا يريد هذه التسوية إلا باستعادة أقليم دونبس وهذا من المستحيل الآن على أرض الواقع حتى بيان الأخي لمجموعة السبع يعني قانت بأنه من الصعب جداً حقيقة أنه أن يكون هناك تمخض أو تتمخض حقيقة حالة تسوية وسلمية في ظل واضع متغير فالمشكلة الأساسية للتواجه الأوروبيين هو الخروج بتسوية يعني يحاولون قدر الإمكان أن يفتحوا قنوات دبلوماسية لكن ما أريد أن أؤكده هنا تحديداً سواء على مستوى القرار أو على مستوى الرأي العام بأنه الناس هنا يعني تعبت حقيقة من هذه الأزمة التي أرخت بظلالها على الوقع الأوروبي خصوصاً الجهاز التنفيذي هنا في ألمانيا في فرنسا كلهم يريدوا أن ينهو ملف أوكرانيا أنا أعتقد بأنه ابتداء من يناير عام 2023 سنجد هناك مجموعة من القناة الدبلوماسية بصراحة تتحدث عن تسوية كبيرة جداً بين الأوكرانيين وكذلك بين الروس وبوساطة الأوروبية إن جازل القول لكن الدعم سيبقى مستمراً لأوكرانيا حتى على الأقل يحافظ على ما يمكن أن يتبقى خصوصاً من كيف شمالاً باتجاه شمال أوكرانيا وما تبقى منها هذه هي حقيقة سيد الوالي وهذا واضح أقل في الاجتماعات التي جرت اليوم في باريس وأيضاً الاجتماعات المستمرة على مستوى قادة الدول للاتحاد الأوروبي والحديث عن استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا والآن نحن نتحدث عن شتاء قارس البنية التحتية في أوكرانيا معطلة وهذا يستدعي أن يكون هناك تعاملاً مختلفاً أو دعماً مستمراً حتى يبقى القرار في الاستمرار ربما وصولاً للتسوية كما تفضلت لكن الآن في بولندا العدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين إذا تحدثنا عن الأرقام وفق الأرقام الرسمية حوالي 9.5 مليون لاجئ نصفهم في بولندا إلى حين ذلك الوقت بولندا كيف تستطيع أن تصمد بظل هذا الضغط والعبء الكبير؟ أولاً ثقافياً الأوكرانيين بالمناسبة هم دائماً يتجهون إلى بولندا حتى عندما كانت أوكرانيا مسالمة ولم يكن هناك فيها أزمة أو حرب دائماً التوجه إلى بولندا البعد والعمق الثقافي ما بين البولندين والأوكرانيين على مستوى التعليم على مستوى العمل على مستوى حقيقة التطبب أو الصحة في نفس الوقت لكن مع ذلك بولندا تستثمر هذه الأزمة بالحصول على مجموعة من الأموال من الاتحاد الأوروبي وفي نهاية المطاف هم يأخذوا مجموعة من البرامج بالإضافة إلى ذلك الاتحاد الأوروبي يضخ مجموعة من الأموال لدى هيئة اللاجئين تابعة للأمم المتحدة وهي لدى فتحت مكتب كبير جداً الآن في بولندا وعلى الحدد البولندية وكذلك بعض القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في بولندا لكن ما أريد أن أضيفه هنا تحديداً فيما يتعلق موازات بالمهاجرين هنا الأوروبيين حقيقة تعبوا كثيراً الآن زيلانسكي يطلب 800 مليون يورو فقط لقطع الكهرباء يعني تقريباً مليار يورو وهذا مثقل وكيف سيوزع ومن هي الدول التي ستقبل بهذا المقبل وهذا ما كنت لنسألك عنه بمعنى هل نخشى من صداماً والهنية تحكية أيضاً في نفس الوقت على المستوى المجتمع الأوروبي هل يمكن أن نرى صداماً غير موضوع التظاهرات والرفض لا أعتقد بأنه أولاً هناك تبايم كبير جداً في حالة الدعم على المستوى العسكري لأنه هناك نقص في الذخيرة ونقص في الإمدادات مستوى المجتمع الأوروبي بنظر التعامل مع المهاجرين الأوكرانيين عندما يشعرون بهذا الثقل والعبع هل يمكن أن نخشى من صدام أو أي تعامل مختلف باتجاه هؤلاء المهاجرين الأوكرانيين في دول أوروبية؟ لا أعتقد ذلك المجتمع الأوروبي حقيقة مجتمع مثقف ومتعلم كثيراً لا يعتدي كثيراً لكن أعتقد بأنه ذكرنا في حلقات سابقة بأنه ربما الرأي العام سيدفع باتجاه مظاهرات الآن مظاهرات في كل العواصم الأوروبية حقيقة هناك نقاضات الآن تحفز الرأي العام على أن يكون هناك تسوية لكن الآن لا توجد هناك مساحة كبيرة لإعطاء الضوء الأخضر للنقابات أن تكون في الشوارع وهذا ما أكدته تحديداً التقارير الأخيرة في الصحافة البريطانية قال بأنه الجيش البريطاني يتدخل إذا كانت هناك إضرابات يعني الآن نحن أمام مأزق كبير جداً حتى نهاية هذه السنة خلال هذه الأسبوعين ربما سيكون هناك إضرابات في موسم الأعياد وهذا بحذ ذاته يقلق الجهاز التنفيذي وكذلك الحكومات الأوروبية التي هي ربما ستراجع استراتيجيتها في استقبال اللاجئين الأوكرانيين بالمناسبة في حوالي المليون وسبعمائة ألف لاجئ من الأوكرانيين في روسيا لكن لا نسمع أصوات صخط في روسيا أقلهم في استقبال هؤلاء اللاجئين وهذه أيضاً من الأمور اللافتة التي تسجل شكراً جزيلاً لك سيد حسين الوائل الكاتب والمتخصص في شؤون الأوروبية ضيفنا كنت معنا من بروكسل وإياك نختم هذه المسائية دائماً للمزيد الميادين دات نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة